السلام عليكم بناء على طلب الكثير من الإخوة والأخوات اليوم جايب لكم قصة من أجمل قصص البادية وتعرفون قصص البادية لها نكهة خاصة وفيها تفاصيل تختلف تماما عن تفاصيل قصص الجرائم والقتل اللي في وقتنا الحالي لذلك لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم القصة الله يسلمكم الرجال ينقال له حسين حسين هذا واحد من أبناء القبائل والعشائر اللي عايش في البادية السورية فيها ذاك الوقت وحسين هذا رجال وحيد الأمه وأبوه أبو حسين الرجال متزوج نسوان ثنتين وتشفيرة اللي هي أم حسين توفيت قبل عدة سنوات والرجال قام تزوج امرأة ثانية وكانت في الخمسة وأربعين سنة عمرها تقريبا والرجال هذا أبو حسين عاش مع الزوجة الثانية تقريبا خمس ست سنوات وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة لي حسين حسين كذلك متزوج واحدة من بنات عمه وبنت العم هذه امرأة جميلة جدا وفي قمة الأخلاق والرقي وتحب ولد عمها هذا حسين تشوفها الدنيا بعين وتشوف حسين بعين ثانية جماعة عايشين حياتهم ما عندهم مشاكل إلا مشكلة الإنجاب هذه الله سبحانه وتعالى مقدر أنه ما يرزقهم بالذرية لكن الرجال هذا حسين صابر ومحتسب ويقول لعله وعسى أنه في كل تأخير خيره وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وما أقدر أعترض عليه والرجال هذا حسين عنده حلال عنده حوالي ثلاثمية أربعمية تراسم من الغنم والمعز وعشرة خمس طعش ناقة هو الرجال يعني عنده خير من الله وعايش هو وأرملت أبوه وزوجته الرجال هذا حسين بعد فترة من الزمن شاف يعني بعد زواج تقريبا خمس طعش سنة من بنت عمه وما حصل أنه حملت هذه الزوجة فقرر بيوم من الأيام وكان مجاور عرب أو جماعة من عشيرة ثانية فيها البادية والجماعة هذول عندهم بنت تقريبا بالثلاثين سنة فتاة على قدر من الجمال وقرر أنه يخطب هالفتاة هذه ويتزوجها وقال لك لعله وعسى يمكن العطل يكون من زوجتي الأولى وقام حسين خطب هالفتاة هذه الثلاثينية وتزوجها على سنة الله ورسوله وبعد فترة من الزمن من الزواج هذا تفارقت العرب وتعرفون العرب أو أهل البادي يتنقلون بالصيف وبالربيع وبالشتاء من مكان إلى مكان يبحثون عن مصادر المياه وبالربيع يبحثون في فصل الربيع يطلعون على المناطق اللي يكون فيها ربيع لأجل يأمنون المراعي الحلالهم وإبلهم افترق الرجال هذا حسين عن أهل زوجته الثانية وتروح الأيام وتجي الأيام مرة سنة ومرة الثانية ومرة الثالثة مر أربع خمس سنوات على زواج حسين من الزوجة الثانية لكن خلال هالأربع خمس سنوات ما حصل أنه حملت هذه الزوجة والرجال مسلم أمره لله طبعا ما عنده مشكلة في هذا الموضوع لكن الإنسان يأخذ بالأسباب أو يسعى والرجال سعى والله سبحانه وتعالى ما أرزقه بالذري وقال لا حوله ولا قوة إلا بالله أحسين طبعا كان عنده راعي والراعي هذا السارح عنده بالحلال على دور أبوه الله يرحمه يروح يطلع من الصبح ما يرجع للمغرب يصرح فيها المراعي ولما يجي تالي النهار بانيلهم بانيل للراعي هذا خربوش والخربوش هو عبارة عن بيت شعر لكن حجمه صغير جدا عبارة عن خيمة صغيرة يعني بانيل هالخربوش بعيد هناك عند بيت الرجال حسين هذا وحسين عنده هذاك البيت المروبع وعنده دلال هالقهوة والقهوة عاملة وشغالة على مدار الأربعة وعشرين ساعة وناره ما تطفي وحسين هذا كذلك يعني يعتبر من وجوه العرب رجال له قدره ومكانته بين عمامه وقرائبه وزوجات حسين النسوان الثنتين هذن الضرائر عايشات في نفس بيت الشعر وبيت الشعر هذا مثل ما تعرفون ينقسم إلى قسمين ربعة ومحرم الربعة اللي هي المضافة أو المجلس المخصص للرجال والقسم الثاني هو المحرم المحرم هذا خاص بالنساء فبيت الشعر بيت الشعر تبع حسين هذا كان بيت كبير بيت مروبع يعني مساحته كبيرة وبين من بعيد أنه صاحب البيت هذا رجل ماهو سهل ويعني يكون غني والغني الله سبحانه وتعالى المهمة لمحرم مقسوم إلى أربع أقسام قسم للزوجة الأولى الزوجة الكبيرة وقسم للزوجة الثانية وقسم الأرملة أبو حسين والقسم الرابع هو المطبخ وعايشات هالنسوان الثلاث في بيت هالشعر وقدران حسين بحكمته ودهاؤه قادر أنه يسيطر على الضرائل الاثنين وما في مشاكل بيناتهم إلا ما ندر طبعا الرجل فرض شخصيته واستيطرته على النساء وحاولا النسوان يعني المشاكل البسيطة على يناقرا على شغلات فاضية على اليوم الحليب عليك والحليب عليك وكذا ومنها السوالف البسيطة واللي ما تخلى في كل منزل وخصوصا المنزل اللي فيه ضرائر المهم بعد فترة من الزمن أنجبت الزوجة الأولى اللي هي بنت عم حسين أنجبت له توم ولاد والرجال انبسط وفرح فيهم بعد هالسنين الطويلة هذي اللي كان محروف فيها من الخلفة أو الأولاد والبنات طار من الفرح الرجال لكن الزوجة الثانية من أول ما خذاها حسين وصارت عنده في بيتها الشعر البنت هذي ما تهتم بحسين زيادة مثل الزوجة الأولى اللي هي بنت عمه قبل لا يجيها عيال وصير عندها ولاد ويحس أنه معاملة هالزوجة الثانية هذي ما هي مضبوطة أو تضايق بعض مرات من حسين لما يجي ينام معاها يعني المرأة أمورها ما هي طبيعية ويشوف أنه الزوجته الأولى الزوجة الكبيرة مهمومة على طول وما تش لهمه وتحبه وتحرص عليه وشايلة الهم على طول شايلة السلم بالعرض مثل ما يقولون أما بالنسبة الأرملت أبو إحسين أرملت أبو إحسين هذي لما يجي الراعي تالي النهار أو مع المغرب يجي مروح بهالغنم تستقبله المرأة هذه الخمسينية بحفاوة وترحب فيه وتساعده في أمر الغنم وتساعده بحط العلاف وتسوي له هذا كالعشة وتهيئ له الضبط له الخيمة أو الخربوش ومضبط الأمور للراعي هذا على الأربع وعشرين وتلاقي المرة هذه صار عمرها بالخمسة وخمسين ستة وخمسين سنة وكأنها فراشة طائر من الخربوش للبيت ومن البيت للغنم وخصوصا لما يجي الراعي هذا وتشوفه والراعي كان عمره تقريبا بالخمسة وثلاثين أربعين سنة وعلى الرغم من أنه إحسين رجال ذكي وفطين ورجال يعني ما يقصوا شيء لكن محتار في أمر النسوان الثلاثة هذا وفي يوم من الأيام قرر حسين أنه شلون وده يكتشف الأسرار اللي مخبيتها زوجته الثانية وكذلك أرملت أبوه ووده يشوف شنو في قلب زوجته الأولى ويجيهن هذاك اليوم مجتمعات النسوان الثلاثة ومجتمع معاهنه تالي هالنهار قال والله ما عندي من الأخبار والعلوم قال بالمكان الفلاني وهو مكان قريب منهم شوي والمكان هذا فيه إشجرة قال والله ما عندي من الأخبار والعلوم قال فيه شيخ أو عراف رجال يبصر يعني هذا الرجال يجي كل يوم العصر يقعد عندها إشجرة وتفازع عليه النسوين والناس ويقضي حوايج الناس اللي عنده مشكلة اللي عنده سحر اللي عنده كذا ما هو عرفانه يروح على الشيخ هذا إش رايشان تروح اللي عنده الشيخ هذا وتشوف يعني لعله وعسى يحللشن بعض المشاكل قال النسوان الثلاثة على طول بكرة من الصبح وحروح عليه لأنه حسين كان يسولفهم بالوقت بعد العصر قال المتوكد أنت يا حسين قال إيبلا الرجال أنا مريته هذاك اليوم يوم أمس والرجال كل يوم العصر يجي يجلس تحت هشجرة هذه ثاني يوم النسوان جهزا نفسهم من الصبح وهم يستنن يتصير الدنيا قبل العصر علشان يروحا على الشيخ هذا ودهن يعني عندهم مشاكل ودهن يحلنها قام الرجال أبو حسين قال المرتو أتشبيرة قالها يوم فلان جهزي لي الذلول أنا عندي مشوار ودي أروح على العربة الفلانية قامت أم حسين جهزت الذلول وحطت له قربة المي وحطت له زوادة وركب الرجال أبو حسين على هالذلول اللي هي الناقة اللي تستخدم للركب أو السفر قام الرجال راح بعكس الاتجاه اللي يقال لنا عليه اللي يكون موجود فيه الشيخ يعني الشيخ يكون موجود شمال هو راح باتجاه الجنوب ركب هالذلول وقال يا كريم ظل ماشي لحد ما غاب عن أنظار النسوان وصار بعيد ويقوم يلف ويرجع ويجي على المكان اللي فيه الشجرة هذي اللي قال النسوان ومرتبوه عليها تنكر أه حسين لبس لباس رثة وهساوح عن نفسه على هيئة الشيوخ والعرافين وجلس ينتظر النسوان صارت الدنيا العصر شوي وإلا مقبلاتها النسوان الثلاث من بعيد واحدة استسبق الثانية وكل منودها تصل قبل السلام عليكم وعليكم السلام اجلسنا الثلاثة قدام الشيخ اللي هو أحسين ومتنكر بزي الشيخ أو العراف اجلسنا الثلاث وهن في رهبة وخشوع خير يا بناتي شنو اللي عندشن قامت أرملت أبو حسين ودها تسولف قال طولي بالج يعني علشان ما نكشف أسرار الناس أو نكشف أسرارشن على بعضشن خلي كل وحدة تسولف والثنتين الأخريات يروحني وقفا بعيد شوي وكل ما نخلص من واحدة تجي واحدة تسولف مشكلتها قالنا على طول قاما الضرائر راح نوقفا على جنب بعيد شوي علشان ما يسمع عن الحديث اللي يدور بين الشيخ وبين الأرملة هذه أرملت أبو حسين إيش عندك يا أم فلان يا فلانة؟ قالت والله الصراحة يا شيخ أنا عندنا راعي وأنا عشقانة هذا الراعي وودي أتزوجه لكن ما نعرفانه إشلون السبيل إلى هذا الزواج وتعرف أنت أنا امرأة صارت في الخمسة وخمسين وكذا والراعي هذا يعني يبادلني النظرات والعشق لكن أنا مستحية في هالعمور أني يعني أعرض الزواج على ابن زوجي قال لها أمرك هين وسهل إن شاء الله وبكرة إن شاء الله تنحل قضيتك ومشكلتك هذه إشلون؟ قالها ما عليك إن شاء الله بكرة تسمعين أخبار طيبة وتسرتك قم يروح يقف هناك وأرسلي واحدة من هالنسوان راحت وقفت أرملت أبو حسين وجدت الزوجة الشبيرة زوجة حسين سلام عليكم خير يا ابنيتي شيني مشكلتك؟ قالت والله يا شيخ زوجي والد عمي والحمل ثقيل عليه وصحت وتضعف يوم عن يوم وأنا صراحة أخاف عليه وأريد أنك تدليني على طريقة تعينوا على هالأحمال الثقيلة هذه والهموم اللي عنده قالها أمرك سهل يا ابنيتي قالها تمرين على العطار فيه عطار في المنطقة الفلانية تروحين على العطار هذا وتشتري مرطل عسل وتمزجينه بحبة البركة وبعض الأعشاب وكل يوم تقدمين للزوجة قبل الفطور وقبل العشاء وإن شاء الله يصح ويصير مثل الأحصان وأمرك هين إن شاء الله وبسيط روحي ورسليلي المرأة الثالثة هذيش خانشوف شين مشكلتها راحت الزوجة الأولى ورسلت الزوجة الثانية خير يا ابنيتي شنو اللي عندك قالت والله يا شيخ أنا عندي مشكلة شبيرة وماني لاقيت لها حل خير شين مشكلتك وبيشري بالحل اللي يرضيتش قالت الصراحة أهلي يغصبوني إني أتزوج الرجال هذا زوج ذرتي وابن زوج المرأة شبيرة هذي وأنا صراحة لي عشيق غير هذا الرجال وأعشقه وأموت عليه وأنا صراحة أريد الطلاق من الرجال هذا قال لها أمرك هين يا ابنيتي من باشر الصبح تروحين على بيت أبوتي وتقولين يا يبا ترى إحسين رجال يريد يطلقني لأني ما أنجب أطفال وأنه الدوة أنا مريت على عراف وقال أنه الدوة لحد ما يستطيع أني أنجب أبناء هو سنام الناقة سنام ناقة أبو الزوجة الثانية وتخلين أبوتي يذبح الناقة ناقته وتملين جرة من سنام الناقة وتطعمين زوجك منها بعد أربعين يوم يصيبوا العمى وبعد أربعين يوم أخريات يموت وتتزوجين العشيق ولما تزوجك خلاص الموضوع منتهي تروحين على هلج وبعد انقضاء فترة العدة تتزوجين قاما للنسوان عادا أدراجهم كل واحدة حافظة اللي قال لها عليها العراف شنو تسوي وحسين صار يفكر الآن أنه يعني شلون ودوا يحل هالقضايا هذه الثلاثة اللي قال لها عليها النسوان قضية زوجته وتشبيرة أمرها سهل وهين والعسل موجود وحبة البركة موجودة لكن بالنسبة للعاجوز اللي تعشق الراعي وبالنسبة لزوجته الثانية هذي اللي عندها عشيق وصرها كلها سنين عنده وماهو دريان المهم النسوان رجعا أدراجهم ولا حسن على حسين وحسين بعد ما راحا للنسوان وغادرا للمكان كان مخبي الذلول أو الناقة وورا تلة أو ظهرها راح ركب الناقة وراح جاهن من نفس الاتجاه اللي غادر منه بيته شعره وجاه ذاك اليوم ما بين المغرب والعشاء سلام عليكم وعليكم السلام ها بشرا الأخبار والعلوم قالوا والله ما في إلا كل خير أحسين بدأ يفكر كل الليل هذاك اليوم شلون وده يحل قضايا النسوان الثنتين هذن زوجته الثانية ومرتبه هذي اللي عشقانه الراعي قعد من الصبح هذاك اليوم وصاح للراعي قال تعالي أفلان ودنا نرسلك صراحة أنت وهالغنم على المكان الفلاني والمكان الفلاني هذا مكان بعيد مسير حوالي أسبوع عشر تيام وقالوا يقولون في المكان هذا فيه ربيع واجد ولازم أنك تروح تربع بهالمكان هذا قال على طول يا عمي ابشر واللي يودك ياه يصير قال لكن يا فلان أنت بحاجة إلى مرة تساعدك وتسوي لك أكل وتطبخ لك وكذا يعني أنت ما رح تقدر الحالك فيه المكان البعيد أنك توفق ما بين رعاية الغنم والأجل والشرب الراية عمي قال الراية أن نرسل زوج تابوي معك تجهز لك الأكل وتجهز لك الوضع وتدير بالها عليك خلال فترة هالعزبة هذه اللي يودك تعزبها في المكان الفلاني هذا قال على طول وقام نادى زوج تابوي قالها يا زوج تابوي القصة كذا وكذا وكذا انت رحين مع الراعي وتديرين بالك عليه قالت على طول ما عندي مشكلة أبدا قام حسين قالها بس يا زوج تابوي المشكلة الناس تسولف وما نخلص من كلام الناس شلون يا ولادي قال لهالناس تسولف شلون انت رايحوا يعني مع الراعي لحالكم وهذا الأمر ما يصير فلذلك ش رايش تتزوجين الراعي قالت يا ولد انت منت صاحي انت مهبول أنا مرت فلان وأرملة فلان أنا أتزوج الراعي قالها يعاتي وانا مشكلة ليش الراعي ما هو بشر مثلنا مثله قالت لا ما يصير وأنا ما أتزوج وأنا ما كذا لكن حسين يعرف انه قلب العجوز جاعد يساوي بأ وجاعد يعني راح يطلع من القفص الصادري لا يصير وما يصير وارفضت العجوز قام بعد الحاح شديد من حسين وافقت أرملة أبو حسين انها تتزوج الراعي وتروح تعزب هي ويابها الحلال قام حسين جاب الشيخ وكتب الكتاب كتاب الراعي على زوجت أبوه وقالهم الله معاكم ركب الراعي وركبت زوجته اللي هي أرملة أبو حسين على ناقة وقالوا يا كريم وراحوا على المراعي اللي دلهم عليها حسين نال حسين وزوجته الثاني وزوجته أتشبيرة زوجة حسين اللي هي بنت أمه أتشبيرة اللي جابت له توم عيال راحت من الصبح على العطار اللي في منطقة قريبة منهم شوي وجابت رطل عسل وحبت بركة ومزجت العسل مع حبة البركة وصارت تقدم العسل لزوجها والدعمها الصبح على الريق وقبل لا يعشع عنده وجبتين عسل قبل الإفطار وقبل العشاء والرجال صار ينصح شوي شوي وأموره الصحية بدأت تتحسن أما بالنسبة للزوجة الثانية جت على زوجها هذاك اليوم قالت والله يا أبو فلان ودك تأذن لي ود أروح أزور أهالي كم يوم وأهل زوجها كانوا ابعاد شوي مسير يوم ولا يومين قالها الله وياتش يا فلانة أو روحي لكن لا تأخرين علينا قامت الزوجة رجبة الذلول هذاك اليوم وصرت على أهلها لما وصلت على أهلها السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بفلانة قعدت أول نهار في اليوم الثاني وتيجي على أمها قالت يا أم ترى السالفة كذا وكذا وكذا وزوجي وده يطلقني لأني ما أنجب أطفال وصراحة الحل فيه عراف مر علينا على هالبلاد وقال أنه لازم أبوي يذبح ناقته من أجل علاج بنته وحفاظا على زواجها وتعرفين يا يما لا تطلقت أنا بعدها سنين سمعت المطلقة وكذا يعني ما تأكيد أنت ما تحبين أنه بنتش تطلق قالت بنتها يا ابنيتي طولي بالك خلينا نشوف أبوتي وأبوتي عنده ناقة من النوقة يعني الغاليات واللي نادر وجودها جاءت الزوجة هذه على زوجها وقالت يا أبو فلان ما عندي من الأخبار والعلوم قال إنه فلان اللي هو هذا حسين وده يطلق بنتك لأنها ما تنجب الحل الراي قالت الراي إنك تذبح ناقتك وفيه عراف أو طبيب عربي ذاكر للبنت إنه تطعم زوجها من دهن الناقة الموجود في السنام هذا يا بنت الناس ناقتي هذه غالية وتعرفين أنت أسافر وأروح وأجي ما فعل الرجال هذا أبو الزوجة الثانية أو تستلمو أم الزوجة الثانية هذه كل يوم المغرب تيجي عند ذانه يا أبو فلان وبنتنا راح ينخر ببيتها ومدري إيش أو حرام عليك وتقدر تشتري ناقة أحسن منها وليش أنت مكبر هالشغلة يا رجال المهم بعد نق زايد قد ما نقت عليه قال خلاص يا عمي باشر من الصبح نذبح الناقة وارده شوف تاليتها معاه شو معه بنتك قام الرجال من الصبح ذبح الناقة ذلول هذه وقامت طالعت منها الشحم الموجود بالسنام وعبت بجرة ورجعت هذاك اليوم لعند زوجها أحسين وقالت لك يعيني الله على هالثمانين يوم اللي هي يوده أربعين يوم بعدين يصير عمي وبعد الأربعين يوم يجن أربعين يوم ثانيات يموت الرجال قالت يعيني الله على هالثمانين يوم ودي أحملهم لو إنهن قرط أحجار صوان يعني حجر الصوان هذا الحجر الأسود تحطه تحت لسانه وتقرط قال لو إنهن قرط صوان ودي أمضي هالثمانين يوم وشلون من كان وبعدين أتفضل حبيبي القلب والعشيق قامت الزوجة الثانية هذه تطعم زوجها أحسين من دهن السنام ويوم وراء يوم أسبوع عشرة أيام خمس طعش يوم صار الرجال هذا أحسين يتظاهر أو يخلي نسوانه يشعر أنه الرجال نظره بدأ يضعف حتى صار يساوي عليهم تمثليات يكون مثلا طالع بره بيت الشعر وجاي صار يتعثر بالحطب أو بحبال البيت ويقع خير يا حسين شنو اللي صاهر يا رجال أشوفك تعثر وتقوم وتقع قالها والله يا زوجتي ترى نظري خف وماني عرفان شنو اللي صاهر علي الزوجة الثانية هذه مبسوطة في قمة السعادة والإنبساط قالت لك يا سلام ويا عين ويا ليل وبعد مرور أول أربعين يوم إحسين ساوى حاله أعمى وقالها يا عمي أنا مع هذا أقدر أتحرك إذا وده يطلع بره يقضي حاجة الله يعزكم وده واحدة من هالنسوانه تقوده وين ما راح وده مره تقوده والرجال طفت ناره في هالبيت مع هذا يقدر يساوي قهوة صارت واحدة من هالنسوانه تساوي قهوة وتصلح القهوة المرأة الثانية اللي هي اللي عندها عشيق عرفت أنه بما أنه حسين الآن صار عامة بعد مرور أربعين يوم قالت لك خلاص ما يجي للأربعين يوم الثانيات إلا الرجال هذا متوفي وتقوم وتساوي مشكلة لها أول ما لها آخر مع الزوجة الأولى زوجة حسينة شميرة قالت يا حسين أنا ودي تبني لي بيت خاص فيني بيت شعر وأنا صراحة ما عاد أقدر أقعد مع زوجتك هذي تشميرة قالها على طول وأبي شرب عزك ويقوم يوصي على واحد من ربعه وقريبه وقال تعال ابني بيت للمرأة الثانية هذه وفعلا قاموا بنولها بيت شعر بجانب بيت حسين الأساسي وقامت الزوجة الثانية هذه قعدت في البيت هذا بيت الشعر اللي بنولها إياه وأمورها على العال وقامت قالت لحسين ودي أروح الزيارة على أهلي يوم وأرجع قالها ابش اللي روحي على أهلي شو تعالي قامت الزوجة الثانية هذه راحت الزيارة على أهلها يوم وفي اليوم الثاني رجعت وقعدت في بيت الشعر اللي خاص فيه هذا اللي بنولها وكان هذاك اليوم دور حسين أنه ينام عند زوجته الثانية لكن حسين رجال من ظاهر قدامنا أنه أعمى وما أظل يعني عنده باللها السوالف قاعد هذاك اليوم على ظو الفانوس شوي وإلا جاي العشيق عشيق الزوجة الثانية أو كانت الزوجة الثانية لما راحت على أهلها بلغت العشيق وقالت تعالي ولد ترى ما عاد يمداني وما عاد أصبر على أفراقك وزوجي تراها عمى وإنشان حاضر ولا ما هو حاضر ترى مثل بعضها لكن أصحك ودير بالك أنك تسولف هو عمى وما يشوف جلس العشيق والزوجة الثانية وحسين قاعد قبالهم وصاروا يسولفون بلغة الإشارة وحسين قاعد يشوف قدام عينه الحركات والإشارات والسوالف وكانت قوم المرة هذه الزوجة الثانية ودها تحلب واحدة من الغنم علشان تساوي عشي للعشيق تسخلوا حليب وتسويلوا كذا وهم وكان يقوم يلحقها العشيق ويطلع وراهم حسين شوي شوي وماسك بإيده هذيك العجرة أو العصايا أو الجناية اللي إذا ضربت فيها بني آدم تطرحوا بالأرض ويقرب منهم شوي شوي ويسحب العصاء ويضرب العشيق هذا ضربة بين كتوفه العشيق هذا محد يعرف وين بدي يروح ويقوم يهرب ويرجع على بيت الشعر وتلتفت الزوجة الثانية على حسين يا ولد إش بلاك إنت مهبول إش جابك إش خلاك تلحقني قالها والله يا مرة صراحة ألحقتك وخفت من هالتيس هذا عليك وقلت خاف أنه روح ينطحك وقلت أدافع عنك وحميتك قالت الله لا يعطيك العافية يا رجال أنت خوفتني وارعبتني المهم ضرب حسين العشيق ضربه خلته ما عد يعرف يفكر قامت رجعت الزوجة الثانية هذه هي وحسين على بيت الشعر والعشيق هرب على أطراف هالعرب لما جوا ما لقوه ببيت الشعر في الليلة الثانية بعد غياب الشمس ويجي العشيق على بيت الزوجة الثانية وودقوم كذلك تروح على الحلال عندهم شوية حلال هذن مخلين هنا علشان يعني المنيحة اللي يشربون الحليب ويساون اللبن من الحلال هاذ أما باقي الحلال راح فيها الراعي ومرت أبو إحسين لما جت ودها أتحلب ومعاها العشيق وقال صلهم وهذا إحسين ماسك هذه الشعر العصاية ويناول العشيق ضربه بين عيونه خل الدم ينفر ويقوم العشيق ما عادي يطس قدامه ويحط ثوبه بين سنونه ويقول يا كريم حرب من المنطقة كلياتها وبعد هالحادثة اللي حصلت إحسين صار حذر جدا يعني قبل لا تنتهي لأربعين يوم ما عادي يخلي زوجته هذه الثانية إنها تروح على بيتها لها ويراقبها وين من راحت وين من جت وفيها ذاك اليوم واحد من إخوان الزوجة الثانية وده يتزوج وأهلوا ودهم يساون عرس وجو أرسل أو مرسل لزوجة إحسين وقالوا لازم تحضرين عرس أخوتش قام إحسين قال ما تروحين ما تروحين تحضرين العرس هذا لأنها إذا راحظ على العرس ودها تلتكي بالعشيق ويحصل شيء لا يحمد عقباه والزوجة هذه تقول له يا رجال يا حسين يطولك يقصرك هذا عرس أخوي خلنا روح عليه يا رجال أنت إيش بك ترى صاير منت طبيعي قال لها أخليك تروحين لكن بشرط أنه يجيني أخوكا تشبير أو عندي كلام ودي أسولفه أنا وياه قالت على طول وتقوم ترسل على أخوها تشبير ويجي أخوها تشبير خير يا حسين أشوفك ما تفعل تخلي أختنا تروح تحضر العرس خير شون اللي صاير قال يا رجال أنت وجماعة عندكم فرح وعرس وعندكم سلاح وبنادق وأنا أخاف على زوجتي أنه أصيبها مكروه إذا أطلقتها والنار وتعرفون في الحفلات يتم إطلاق العيارات النارية قال صراحة أنا خايف على زوجتي حاول الرجال هذا أخو الزوجة مع أحسين أنه ياخذ البنت معاه ما رضي أصر حسين على عدم السماح إلى هنا تروح تحضر الفراح إلا بشرط يضمنوا أخوها تشبير وكان شرط حسين على أخو الزوجة الثانية قال له إذا زوجتي صابها مكروه تزوجني أختها أو تعطيني معاها ميت راس من الغنم قال أخوها لكن يا حسين أنت رجال عمى أو أخت زوجتي أو أختي إذا صار عليك شي ما رح يعني تقبل فيك لا سمح الله إذا حصل لزوجتك هذه مكروه قال حسين طيب وإذا شفيت قال أخوها إذا شفيت من العمى شرطك مقبول فقال بينه وبين نفسه أخو الزوجة الثانية منه اللي راح يشفي الرجال هذا من العمى قام رضي بشرط وقام خذه زوجة إحسين الثانية معاه وفي الليل هذاك اليوم بدأ السامر أو العرس بدأت هالناس وبدأت هالحفلة والطبل يرقع والرجال إحسين كان ناوي على نية وعنده خطة لازم ينفذها إحسين لحقهم على الأثر بدون لا يشوفونه وكمن وراء مكانه بحيث أنه هو يشوف العرس من بعيد والدنيا قمر لكن ما حد يقدر يشوفه وبدأ إحسين يراقب العرس من بعيد والرجال طبعا نظره ما في شيء كانت هذه تمثيلية على نسوانه وعلى هالناس شوي وتجي زوجته تتمايل وترقص وسط هالنسوان وعرفها أنه هذه ويجي هذا العشيق يفتل بالسيف ماسك سيف ويرقص ويفتل حواليها وعرف أنه هذا العشيق لأنه العشيق كان طارحه قبل شم يوم هو بالعصايا على راسه ومبين أنه لاف راسه وحافظ هيئته لأنه هذا الرجل اقتحم حرمة المنزل أو حرمة البيت ووده يعتدي على شرفه وعرضه لذلك صورته ما ينساها أبدا المهم خلى العشيق هذا الحد ما غاب عن المسرح والبنت هذه قاعدة ترقص وحصل إطلاق نار ويقوم يمد حسين البندقية على زوجته الثانية ويطلق عليها رصاصة الانتقام للشرف اتجدت الرصاصة بين عيونها ووقعت بالأرض صارت النسوانة صيح فزعتها الناس خير يا جماعة شون اللي صاير قالوا فلانة جتها رصاصة عايشة ماتت هذه في مكانها وقاموا في اليوم الثاني ادفنوها والعرس اقلب إلى عزة وحسين بعد ما تأكد من مقتل الزوجة قام رجع على بيته ولا كأن شيئا لم يكن وطبعا حسين خارج دائرة الشك رجال عمو ما رايش يكون فيه وطبعا في صباح اليوم الثاني لما ادفنوا والبنت هذه الزوجة الثانية شاع الخبر ويا بنت قولي لامت افلانة ماتت برصاصة طايشة ويا حرام توها للساحة اول شبابه وما شافت من حياتها شيء المهم ويصل الخبر هذاك اليوم لعند حسين قالوا له زوجتك ماتت بالعرس بعرس اخوها جتها رصاصة طايشة والبنت ماتت احسين صبر له كم يوم ويجي هذاك اليوم ارسل على اخو زوجته هذي اللي انقتلت قال يا فلان ترى بيني وبينك شرط ووعد خير شونا شرط قال الشرط انك انا عرفان انه زوجتي خايف عليها وقلبي كان حاسني انه ودي يحصل لها مكروه الان انا ودي اختها زوجة لي وودي فوقها ميت راس من الغنم قال الشرط انه انت تشفى من العمى وانت ما زلت اعمى وبعدين احنا جماعة عندنا مصيبة الان وفاقدين اختنا وانت فاضي للزيجات وفاضي لها السوالف قال والله ما ادري انا صراحة رجال قاعد اتعالج وقاعد اسعى في العلاج وان شاء الله الله يشفيني لكن انا لي عندكم حرمة ولي عندكم ميت راس غنم قال اني شفيت ابشر بعزك ولك اختها ولك ميت راس من الغنم قال على بركة الله والشفاء هذا بيد الله سبحانه وتعالى وانا حاس نفسي ان شاء الله فترة ويرجع انظري طبيعي قال ابدا اذا رجع انظرك طبيعي لك شرطك وابدا قدام الناس وقدام عباد الله ويقوم حسين يركب الذلول هذاك اليوم ويغيب له حوالي 15 ولا 20 يوم عنها الديرة راح على مكان على اساس الرجال انه رايح يتعالج وما ظلت غير زوجته الشبيرة اللي هي بنت عمه وام عياله فيها البيت بعد مرور العشرين يوم ويجي هذاك اليوم حسين والحسين ما شاء الله قاعد يشوف وانظره مثل الليرة وما عنده مشاكل ابدا الحمد لله على السلامة يا حسين هذي زوجته الشبيرة بنت عمه والألف الحمد لله على السلامة والحمد لله اللي رجع لك انظرك قالوا لها الان ودي اروح لعند اهل زوجتي الثانية وانا الحمد لله الله شفاني وودي اروح علشان اجيب الشرط اللي متشارط انا وياهم عليه قالت على بركة الله روح الله يوفقك ويقوم حسين ويركب هذاك اليوم ويروح لعند اهل زوجته الثانية السلام عليكم وعليكم والسلام اخو الزوجة الثانية الشبيرة اللي حصل الشرط بينه وبين حسين لما شاف حسين ماشي الرجال وكأنه يعني ما كأنه رجال اعامة ابدا الرجال مثل كأنك ضربته وشف على وجهه قال يا افلان ترى انا رجال روح تسعيت وخذيت علاجات والله سبحانه وتعالى شفاني وعافاني ورجع لي انظري والان ودي شرطي قال الرجال هذا اخو الزوجة قال ابش ربعزك ويقومون يجيبون اخت الزوجة الثانية اللي قتلها حسين جابوها واعقدولها على حسين وجابوا مية راس من الغنم وقالوا هذا حلالك يا حسين ويقوم حسين يركب زوجته الجديدة هذه اخد زوجته اللي قتلها على الذلول ويسوق الحلال ويرجع على بيته وتزوج من اخت زوجته اللي قتلها بعد فترة من الزمن ويقوم هذاك اليوم حسين قاعد يسولف هو والزوجة الجديدة هذه اخت زوجة اللي قتلها قالها والله يا فلان ما عندي من الاخبار والعلوم اللي انه اسمعت بعض الناس يقولون انه الرجال هذا صاحب العصابة اللي كان يرقص بالسيف هذاك اليوم هو اللي قتل اختش في العرس هذاك اليوم شو تقول يا ابو فلان قالها والله هذا اللي اسمعته من الناس في اليوم الثاني وطبعا هذا الخبر ما يحتاج عنه خلص بس سلفت للمرأة راح يصل الخبر في اليوم الثاني قالت يا ابو فلان ودي روحي زيارة على هلي وعلى أمي فقدتها والله ودي روحي يسلم على اليوم راحت الزوجة الجديدة مباشرة علمها قالت والله يا يمه ما عندي من الاخبار والعلوم اللي انه فلان هو اللي قتل أختي فلانه شو تقولين يا بنت الناس قالت والله هذا اللي جاتش والسوالف يا يمه ترى بين الناس قاعدة تقول انه في علاقة عشق وحب بين أختي وبين هذا الرجال والرجال هذا يعرفونه تشاين معصب وهو الوحيد اللي لافع صابة يعني بشكل غير طبيعي وقالوله ليش وقالهم والله وقاعدة وكذا قامت الأم سوالفت لإخوان الزوجة قالت لهم يا ولاد ما عندي من الاخبار والعلوم قال لي ان الخبر اللي شايع بين هالعربان وبين الناس انه أختكم كانت تعشق صاحب العصابة فلان ابن فلان وهو يعشقها وهاي الأمور طبعا ما يناقشها الناس بل انهم دائما يحرصون على يجفنونها بحزم وعزم يعني الأمر ما فيه مجال والقتل هو الحل ويقومون الإخوان يشاورون أبوهم فيها الموضوع وقالوا يا يبا الولد هذا هو اللي ذبح أختنا والظاهر انه يعني ما هي ماشي معاه على مثل ما وده وإلا ما كان قتلها قال ولادي أسباع أشوفكم لا تخلون الضو يطلع عليه ويقومون قام واحد من أخوان البنت هذه اللي انقتلت اللي قتلها حسين يبدأ يراقب الرجال هذا أبو عصابة عشيق الزوجة اللي انقتلت ويوم ورا يوم يومين ثلاث ويتشملوا في أحد الأماكن ويطلق عليه رصاصة بين عيونه سمعت هالعرب إطلاق النار وفزعوا وخير شنو اللي صاير قالوا والله أفلان انقتل من اللي قتلوا ومن اللي يذبحوا وشنو اللي صار قالوا والله ما ندري المهم جو عليه والراسه مفتوح فيه طاقة والرجال ميت وتدم معابي المكان قاموا ودفنوه وندفن السر العشق معه وقدر حسين انه يتخلص من زوجته الخاينة اللي كانت تتخطط القتله وللعمى ولأنها ترجع تتزوج العشيق قدر انه يقتلهم الاثنين واحدة اللي هي زوجته وقتلها برصاصة والعشيق خلى واحد من اخوانها يقتلون العشيق هذا وتخلصهم منها السالفة وتروح الأيام وتمروا الأشهر يجي الراعي هذاك اليوم هو وزوجته اللي هي زوجة أبو حسين وامورهم عال العال ويغنون ويهجنون وجيها الحلال ما شاء الله عليه الغنم مولده وراها الطليان والأمور عال العال وكذلك الزوجة الثانية اخت الزوجة اللي قتلها حسين حملته جابت لحسين ولده بنت وكذلك الزوجة الأولى اللي هي بنت عمه جابت له كذلك توم عيال وصار حسين عنده الأرزاق والخيرات ما يعرف منين الام هو يداريها كانت هذه قصة حسين مع نسوانه الثنتين وكذلك مع زوجة أبوه وقدر فطنته وحنكته أنه يعرف أسرار النسوين كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه